بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا صدق الله العلي العظيم الله عز وجل لم يخلق شيئا ولم يجعل شيئا عبثا وإنما كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى أو جعله إنما لمصلحة ولحكمة ولنافع وكما يذكر العلماء فإن الله عز وجل لم يخلق إلا الخير ماكو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى خلق إلا خلق خيرا وإذا هناك شار أو سوء فإنما هو بسوء تصرف المخلوق يعني الطفل الذي يولد في الحديث الشريف كل مولود يولد على الفطرة يولد على الفطرة يعني يولد خيرا وفطرته سليمة ولكن إلا أن أبويه هما الذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إذا هذا صار يهودي أو نصراني أو مجوسي فإنما هو بسبب أبويه وإلا أصل الخلق كان خيرا فعلى كل حال كل شيء جعله الله خير يأتي تصرف الإنسان إذا الإنسان تصرف بشكل صحيح فإن هذا الخير يستمر على كونه خيرا ويزيد خيرا لكن إذا كان تصرف الإنسان تصرف غير سليم وغير صحيح يمكن يحول هذا الخير إلى شر هذا النافع إلى ضرر الله عز وجل في القرآن الكريم يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولكن إذا واحد كان ظالم ولا يزيد الظالمين إلا خسارا نفس هذا القرآن الذي هو للمؤمن خير ورحمة وشفاء الظالم بظلمه بسوء تصرفه يحوله إلى خسار له الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام هؤلاء كان مجموعة كبيرة منهم قراء القرآن حافظين للقرآن بظهر الغيب ومعروفين في أوساط الناس بأنهم قراء للقرآن ذاك الوقت ما كانت وسائل الكتابة والأوراق والأقلام متوفرة وما كانت طباعة فقراء القرآن كان لهم دور كبير جدا في نقل القرآن إلى الآخرين كتابة قراءة تصحيحا وما إلى ذلك فمجموعة من الخوارج حوالي أربعة آلاف واحد منهم كانوا قراء للقرآن هذه المنزلة لعدهم في أوساط الناس ولكن لفهمهم المغلوط هذا القرآن اللي هم حافظي فكما يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام رب تال للقرآن والقرآن والقرآن يلعنه لفهمهم المغلوط للقرآن الكريم تحولوا إلى خوارج كفروا أمير المؤمنين عليه السلام وكثير منهم قتلوا بسيف أمير المؤمنين وسيف أصحاب أمير المؤمنين رضوان الله عليهم ودخلوا إلى نار جهنم خالدين فيها لماذا؟ لأن فهمهم المغلوط من القرآن حول الخير إلى شر وأشد أنواع الشر الآن إحنا نلاحظ أكو مجموعة من الناس الذين يعبر عنهم بالتكفيريين وهم في الحقيقة خوارج نفس المنهج والفكر الخوارج يعدهم هذا الشخص جاي يضحي بنفسه يفجر نفسه والنفس أعز الأشياء لدى الإنسان إذا الإنسان مستعد لأن يفجر نفسه ويموت معنى ذلك أنه مضحي من الدرجة الأولى ولكن لفهمه المغلوط من القرآن الكريم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله من الإسلام يتحول إلى شخص من شرار خلق الله من حصب جهنم يقتل نفسه ويقتل الآخرين ويحشر مع القاتلين لماذا؟ لأنه حول الخير إلى شر القرآن حول إلى وسيلة ليخسر الإسلام حول إلى وسيلة ليخسر الله عز وجل كل شيء خلقه في الإنسان خلقه لمصلحه ومن جملة الأشياء التي الله عز وجل جعلها في كل إنسان خوف والخوف من الضرر الخوف هذه نعمة مو الخوف أي صفة من الصفات التي جعلها الله عز وجل في الإنسان ولكن إذا صار في إفراط أو صار في تفريط يتحول إلى ضرر ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار إذا الإنسان أكثر من اللازم يخاف من الضرر هذا يصير جبن إذا أقل من اللازم يخاف يصير تهور ذاك تفريط وهذا إفراط التهور يلقي بالإنسان إلى التهلك مع عادة المتهورون على كل حال يلقون بأنفسهم إلى التهلك والذين يخافون أكثر من اللازم يفوتون على أنفسهم فرص كثيرة خوف الضرر هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى لكن إذا جاوز حده كما في المثل كل شيء جاوزه حده انقلبه إلى ضده إذا أنتوا تشوفون التاجر الذي يريد أن يتاجر هذا مرة يكون خواف جدا أكثر من اللازم يخاف الضرر لا يقدم على أي تجارة هذا راح يخسر رأس ماله مرة يجازف أكثر من اللازم بدون مراعاة الموازين الاقتصادية هذا هم إذا فد مرة المجازفة كانت منتجة بالصدفة لكن في عشرات المرات الأخرى المجازفة تكون غير منتجة ومضرة لكن إذا هذا التاجر ضمن الموازين الاقتصادية يلاحظ يشوف أنه الخسارة في هذه التجارة احتمالها مثلا 5% لأجل أنه أكو احتمال 5% الخسارة ما يقدم هذا أمر غير عقلائي لأن كل تجارة فيها احتمال الخسارة الخوف أكثر من اللازم فعادة يقدم على هذه التجارة ولو أكو احتمال خسارة 5% أعرف واحد يعني كان موجود إحنانا هذا كان له بنات ما مزوجهم إلى أن وصلنا إلى سن العنوسة سألنا ليش ما تزوجهم هذه أمانة في ذمتك قال أي خاطب يجي أخاف أنه لا يكون إنسان موزيان لا يؤذيها لا يكون كذا لا يكون كذا لا يكون كذا فكل خاطب خوفا من أنه يسوي مشكلة كان يرده مع أنه كان عنده كثيرين يرغبون في مصاهرته زين واحد عنده ما يريد يزوج بنته أكو احتمال أنه يصير بعديا طلاق أكو احتمال لولا احتمال 1% 2% 5% 10% أكو احتمال عدم الانسجام بعض الأحيان يصير الرجل إنسان متدين وخلوق المرأة أيضا متدينة وخلوقة لكن ما يكون هناك انسجام أنا في الحديث الشريف أنه بعض النفوس تأتلف وبعض النفوس تختلف ما اتلف في عالم الذر يأتلف في هذه الدنيا وما اختلفه هناك يختلف هناك في تفصيل نحن بعض الأحيان نلاحظه تشوف شخص لأول مرة تشوف لك رغبة في محادثته ويمكن فالشخص تشوفه من أول مرة تحس في انقباض في قلبك مع أنه ما تعرفه هذه مسألة مرتبطة بأمور أخرى فقد يكون الزوج متدينة الزوجة متدينة هذا خلوق تلك خلوق كلاهما ملتزمان باللوازم الشرعية بس ما يكون انسجام نفسي قد يؤدي إلى الانفصال زين إذا فد واحد لأجل هذا الاحتمال وفي كل زواج هذا الاحتمال هم موجود زين إذا لأجل هذا الاحتمال يرد كل خاطب النتيجة شنو هي النتيجة أنه العنوسة تصير ومشاكلها نعم الإنسان لا يكون متهور بدون تحقيق بدون فكر بدون تأمل بدون مراعاة الموازين لكن يراعي الموازين بشكل عقلائي لا إفراط ولا تفريط فخوف الضرر نعمة لكن الإنسان إذا شوي طوخ حسب تعبيرنا أكثر من اللازم يتحول إلى نقمة الآية الشريفة التي تلوناها عليكم في أول الكلام شنو تقول تقول أنه أيها الناس إذا الأحكام الشرعية الوعظ الذي من قبل الله عز وجل يجيكم عبر الرسول صلى الله عليه وآله وعبر الأئمة وعبر الصالحين يأخذوا من الرسول وينقلوا لكم هذا الوعظ وهذا الكلام إذا تلتزمون بهذا الوعظ خير لكم قد يكون هناك صعوبة قد يكون هناك احتمال ضرر لأن في صدر الآية شنو تقول ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم يعني جاهدوا الإنسان عندما يذهب إلى الجهاد يكون احتمالا يقتل أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم الهجرة يعني ما فعلوه إلا قليل منهم ليش لأن يشوف في ضرر أو احتمال الضرر موجود فخوفا من الضرر يترك الحكم الشرعي من الهجرة أو الجهاد أو أي حكم آخر لكن لو هذا كان يلتزم بما يوعظ به ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم لأنه ولو أكو احتمال الضرر في الجهاد أو في الهجرة أو في الالتزام بالواجبات وترك المحرمات وبعبارة أجمع أكو احتمال هناك بعض الأضرار تتوجه إلى الإنسان بسبب التزامه بالموازين الشرعية أكو احتمال الضرر لكن الإقدام نفع أكثر ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشدت تثبيتا يعني حتى بالنسبة لهم إلى استقرارهم هم أحسن ولو أكو احتمال الضرر لكن الإنسان الحكم الشرعي ولو أكو احتمال الضرر وقد تتضرر بالالتزام به لكن بالنتيجة النهائية شنو يكون يكون بصالحك لأجل خوفا لأن لا تقع في هذا الضرر تترك هذا الحكم الشرعي فتقع في ضرر أكبر في مفسدة أكبر الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه جاهدوا تورثوا أبنائكم عزة ذول اللي خرجوا مع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام للجهاد بعديا تقاعسوا التقاعس شنو كان سببه التقاعس كان سببه الأساسي طلب الراحة إحنا حاربنا تعبنا من الحرب في الحرب قتل بعضنا فإذا نستمر في الحرب قد نقتل نحن أيضا فطلبا للراحة ودفعا للضرر خذلوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لكن النتيجة شنو صارت الآن غير الآخرة غير الآخرة اللي عذابوا الله شديد في الدنيا وضعهم صار أسوأ ليش لأنه عندما معاوية سيطر على الأمر بدأ بالقاتل أكثر لو كانوا يجاهدون يمكن العشرات كانوا يقتل منهم لكن بسبب خذلانهم الألوف قتل منهم لو كانوا يجاهدون وضعهم المادي كان أحسن لكن بسبب ذلك وضعهم المادي صار أسوأ الآية تقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيته لاستقرارهم هم أحسن اللي يخذلوا إمام الحسن وكان يقول لهم جاهدوا تورثوا أبنائكم عزاء فلما شاهد خذلانهم له شنو قللهم قللهم كأني بأبنائكم أذلاء على أبواب أبنائهم ذولاك على باطلهم تمسكوا وصلوا إلى السلطة وإنتوا تركتوا حقكم زين السلطة صار بذولاك عندك قضية عندك حاجة عندك معاملة عندك أمر عندك مطلب لازم تراجع إلى ابنك الذليل حتى يتوسط لك كنت سيدا فأصبحت بخذلانك عبدا حتى استقرارك صار أقل تثبتك وتثبيتك صار أقل الخلاصة أن الحكم الشرعي والموازين الشرعية في أي مجال قد الإنسان يحتمل الضرر في الالتزام بها وقد يواجه بضرر أيضا لكن تركها ضرر أكبر والالتزام بها ضرر أولي عنده يمكن قليل لكن النفع في المراحل القادمة يكون أكثر مثل واحد طالب يسهر الليالي للدراسة والمطالعة والمذاكرة زيان عندما يقلل من نومه هذا ما بيضرر على جسمه ليش لأن الجسم يحتاج إلى النوم فإذا واحد قلل نسبة النوم يصير ضرر على الجسم ضرر على راحة الإنسان لكن صحيح الآن دا يواجه بضرر في حين المطالعة والمذاكرة والسهر لكن النتيجة شنو هي أنه بالامتحان ينجح راح يحصل لشهادة مثلا دكتوراء أو هندسة وفي أي مجال آخر شهادة عالية زيان ويستفيد من هاي الشهادة وهذا العلم اللي عنده حتى حياته تكون أرفه وأكثر رفاها لكن ذاك اللي في اليوم الأول خوفا من الضرر عدم النوم نام ما طالع ما دراس زيان راح للترفيه راح للعب الكرة أكثر من اللازم مثلا ومشاهدة التلفزيون اللي أكثر المسلسلات والأفلام ما بها أي فائدة كل وقت قضى في هذه الأمور ينتهي هاي الأمور بعدين نشوفه صديقة اللي تحمل شوية الآن واصل إلى مرحلة وجاهته أكثر فلوسه أكثر خدمته للناس أكثر وإذا استفاد من هذا علمه وإمكانياته بنفع الناس وبصالح الدين آخرتهم تكون أحسن وهو لأجل أنه ما تحمل شوية بعض الأضرار القليلة ما عنده شيء حياته أصعب فلوسه أقل وجاهته أقل يريد يخدم يمكن إذا هو خوش إنسان يشوف ما عنده إمكانية الخدمة ما عنده وجاهه حتى يستفيد من هذه الوجاهة لخدمة الإسلام ما عنده فلوس حتى يستفيد من فلوسه لخدمة الإسلام ما عنده مكانة اجتماعية مرموقة حتى يقدر عبر هذه المكانة يخدم الناس والمجتمع فالخلاصة إحنا إذا شفنا في حكم من الأحكام الشرعية صعوبة أو خوف لضرر الآية تقول أنه الالتزام بي يسبب تثبيت أكثر إلك وخير أكثر إلك في الدنيا ثم في الآخرة ثواب الله عز وجل ولكن عدم تحمل بعض الأضرار القليلة وترك الحكم الشرعي يسبب ضرر دنيوي قبل الضرر الأخروي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح وأسأل الله عز وجل أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم وأن يوفقكم لزيارة سائر المعصومين أيضا في المدينة المنورة وفي العراق إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركاتي يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات تسكي النفحات تسكي النفحات تسكي النفحات تسكي النفحات تسكي النفحات اشتركوا في القناة